وكم ازداد فخري وانا اشهد بعين متأملة جمهور الشعب المصري تعبر عن نفسها في المقدمة كان شباب مصر يعبر عن نفسه وعن حوية مصر ومستقبلها وكالعادة والعهد تثبت المرأة المصرية مرة اخرى بانها صوت الضمير الوطني المعبر عن صمود وصلامة امتنا كما كان عمال مصر وفلاحوها نموذجا للوعي والارادة ويأكدون مرة اخرى على انهم صناع المستقبل وزارع الامل والشكر موصول لجيش مصر وشرطتها وقضائها الذين امنوا واشرفوا على خروج هذه الملحمة الوطنية بتلك الصورة التي استدعت الفخر والاعتزاز وفي نهاية حديثي اليكم واكد انني كما عهدتكم رجل مصري نشأ في اصالة الحارة المصرية العريقة انتمي الى المؤسسة العسكرية ولا املك في مهمتي التي كلفتموني بها سوى العمل بكم ومن اجلكم لا ادخر جهدا ولا اسعى سوى لارضاء الله تعالى وتحقيق امالكم وتطلعتكم اني اختياركم لي لقيادة الوطن انهم هو امانة ادعو الله ان يوفقني في حملها بنجاح وتسليمها بتجرد فلنعمل معا لاجل مصرنا العزيزة وبقوة شعبها واستفافه الوضعي دائما وابدا وقبل كل شيء وبعد كل شيء بالله سبحانه وتعالى تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر